بسم الله الرحمن الرحيم كافي عن صالح ذكر الرحمة ربك عبدا زكريا إذ ماذا ربه لداء حقيا قال رب إني وعمل عظم مني واشتعل الرار والشيدة ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكاة امرأتي عاقلا فهبدي بالذنك وليا يرثني ويرثني آلي عقوب واجعلني رب وبيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيي لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلا وقد بلغت من الكبر يوتيا قال كذلك قال ربك هو علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آياتك أن لا تكلم الناس سلاسة ليان سويا فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بقرة وعشيا يا يحيي قد الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صديا وحمانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليهم يوم ورد ويوم يموت ويوم يبعس حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إلينا مرحنا فتمسلتها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليعبدك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشرا ولم أكدويا قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به متانا قصيا فأجاء المخار إلى جزع النقلة قالت يا ليتني ذلك قبل هذا قبل تنسيا منسيا فنادى آمن تحتها ألا تحزني قز عن ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع نقلة تساقط عليك رقبا جنيا فكلي واشربي وطوري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نجرت للرحمن صوما إني نجرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قولها تحمله قالوا يا مرم لقد جريش شيئا فريا يا أختها أول ما كان أبوك رأسا وما كانت أمه ببغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المأسبيا قال إني عبد الرام آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مجارة حينما كنت وأوصاني بالصلاة وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني دبارا شقيا فالسلام علي يوم أبكر ويوم أموت ويوم أبعس حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتنى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يتخذ كله فيتخذ وأن الله ربي وربكم تعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم طويلا بالذين كفهم مشهديا من عمور أسمع به وأبشر يوم ياتي لنا لكن الصالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرز الأرض ومن عليها وإليها يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال بأبيه يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يرني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاء أهل من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان بالرحمن عصيا يا أبتي إني أخاط أن يمسك أعزاب من الرحمن فتدون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنت إلى أرجمنك وهزرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إن من كان بي حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شفيا فلما اعتزلوا وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعطوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وادعنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسي إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ونادينا من جانب الثور الأيمن وقربناه نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا أخا هارو نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الرعب وكان رسولا نبيا وكان يا نور أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدنيس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعملنا عليه من النبيين من زرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهن وإسقائل ومن من هدينا واجتبينا إذا كفلا عليهم آيات الرحمن خروا سزدا وبكيا فخلفا من بعد من خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدم التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمرون فيها لهم إلا سلاما ولهم رزق فيها ذخرة وعشيا تلك الجنة التي نورس من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما تعبده وسط به عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان آهدا ما مقتل سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن ما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حولك من مدثيا ثم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بآشبيا وإن منكم إلا والدها كان على ربك حكما مقضيا ثم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها دخيا وإذا تثنى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أساتا ورئيا قل من كان في الضلالة فلينبد له الرحمن مدى حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر المكانا وأضعف ذنبا ويزيد الله الذين اهتدهم مدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوادا وخير مربا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكشب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثو ما يقول ويأتينا كربا واتخذوا من دون الله آلئة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادة ويكونون عليهم بدا ألم تر أن ما أرسلنا الشياطين على الكفرين تأذهم أزا فلا تعجب عليهم إنما نعب لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المدرمين إلى ذهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتقذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتقذ الرحمن ولدا لقد جيتوا شيئا إدا فكاد السماوات ينفطرن من وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتوا عمان عبدا وقد أخصاروا معدهم عبدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسترناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنزر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحسل منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر